مرحبا صباح الخير لكم جميعا فيه تغيير كبير وافق عليه البرلمان العلماني بشكل رسمي وافقت عليه أغلبية أعضاء البرلمان وهذا التغيير صار لهم سنتين عبي حضرولو عبي جهزولو وهو إصلاح المستشفيات إصلاح نظام المستشفيات رح أشحكم هذا التغيير الكبير يلي رح يغير شكل ووجه المستشفيات بعملية رح يعمل تغيير كبير في طريقة تخديم العلاجات في جودة العلاجات بالتمويل في تغييرات مهمة قادمة لازم أنتوا كمان تطلعوا عليها كأشخاص عايشين بهذا البلد في البداية رح يتم تحسين جودة العلاجات في المستشفيات بألمانيا وهذا الشي رح يتم من خلال تقليل عدد العلاجات المقدمة في المستشفيات يعني ما في داعي كل مستشفى يقدم علاجات في كل المجالات بكفي بأنه يتخصص في مجالات معينة في علاجات معينة وبالتالي هذا الشي رح يرفع من جودة العلاج في المستشفى فهذا الأمر اللي رح يشتغلوا عليه في المستقبل بداية هو تحسين جودة العلاجات يعني المستشفى يقدم فقط علاجات معينة ولكن هذا الشي رح يكون سلبي كمان على المرضى من ناحية بأنه الشخص قد يضطر للسفر لمسافة أطول لحتى يلاقي المستشفى المناسب لتلقي العلاج يعني المستشفى اللي جنبه يلي كان بيقدم علاجات في كل المجالات رح يصير متخصص فبالتالي قد لا يكون هناك علاج مناسب لهذا المريض بهذا المستشفى فيضطر أنه يذهب لمستشفى أبعد ولكن بالنهاية مقابل هذا العناء رح يحصل المريض على جودة علاج أفضل مشكلة المستشفيات بألمانيا بينهن يعني غير متخصصين فدايما بتم استقبال المرضى في العديد من المجالات وبتم إرجاع عمليات ما في داعي لأله وبتم علاج المرضى يعني أحيانا في حالات كمان ما في داعي لأله والسبب هو التمويل يعني رح ننتقل للنقطة الثانية يلي هي التمويل وهذا موضوع مهم جدا فبالفترة الحالية قبل هذا التغيير بتم الدفع للمستشفيات مقابل كل مريض بتم علاجه في المستشفى فبالتالي المستشفى بيهمه علاج أكبر قدر ممكن من المرضى وإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات للحصول على المزيد من التمويل وهذا الشي اللي عبي أدي لعمليات لا حاجة لها لا إجراء عمليات ما في ضرورة لأله ولكن بالمقابل عبترتفع الوفيات لأن العمليات دايما يعني مرتبطة بخطر الوفاة فبالتالي هن عبي حاولوا يعملوا أكبر قدر ممكن من العمليات وعلاج أكبر قدر ممكن من المرضى للحصول على المزيد من الأموال ولكن هذا الوضع رح يتغير فمع النظام الجديد بعد أصلاح المستشفيات رح يتم تغيير شكل التمويل للمستشفيات الألمانية فما رح تتلقى المستشفيات أموال مقابل عدد العلاجات اللي بتعملها مقابل عدد المرضى اللي بيعالجوا عندهم بالمستشفيات وإنما مقابل الخدمات اللي بيقدموها ومقابل العلاجات المتوفرة ومقابل المعدات والأجهزة المتوفرة لهذه العلاجات فبمجرد أن المستشفى بيالمانيا بيقدم خدمات معينة علاجات معينة في بعض الاختصاصات وعنده الأجهزة والتجهيزات المناسبة لهذا الغرض فرح يحصل على التمويل حتى لو ما عالج مريض واحد في الشهر وبالتالي هذا الشيء رح يساعد على التركيز على جودة العلاج أكتر من التركيز على علاج عدد كبير من المرضى بجودة أقل والطريقة الجديدة في التمويل رح تريح العديد من المستشفيات بيالمانيا يلي كانت بتخاف من خطر الإفلاس والإنهيار فهذا التغيير رح يريح المستشفيات أكتر فبالتالي ما عدوا مضطرين لعلاج عدد كبير من المرضى لتأمين المصاريف فبمجرد تقديم خدمات معينة وأجهزة معينة رح يحصلوا على تمويل بيضمن استمراريتهم والتغيير اللي بعده تقليل عدد المستشفيات فنحن في ألمانيا ما في عنا عدد كافي من الأطباء والممرضات المتدربين تدريب جيد فبالتالي من الأفضل تخفيض عدد المستشفيات فبحسب وزير الصحة كال لاوتاباخ ما في مشكلة ينخفض عدد المستشفيات في ألمانيا بنسبة 20% فنحن حاليا في ألمانيا في عنا حوالي 1719 مستشفى وهو العدد الأكبر للمستشفيات في كل أوروبا يعني ألمانيا عندها عدد أكبر من المستشفيات بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي ما في مشكلة إذا نخفض عدد المستشفيات في ألمانيا بنسبة 20% إذا سكرت بعض المستشفيات في بعض المواقع فهذا الأمر رح يرفع من الجودة فالأهم مثل ما حكينا الجودة وليس العدد عدد المستشفيات غير مهم فالمهم هو جودة العلاجات المقدمة والهدف بالنهاية كمان هو تقليل عدد الوفيات ما يعرف بالوفيات غير المنضبطة ويهدف كذلك للشفافية فرح يعملوا منصة على الإنترنت لحتى الشخص يقدر يدخل ويقيم المستشفى ويقيم العلاجات المقدمة فرح يكون فيه المزيد من الشفافية لصالح المرضى بتقييم جودة العلاجات المقدمة في المستشفيات الألمانية وهذا التغيير يلي وافقوا عليه رسميا بالبرلمان ما رح يتغير بين يوم وليلة فبحسب وزير الصحة فتطبيق هذا التغيير رح يستمر لعشر سنوات يعني هنن بحاجة عشر سنوات لحتى يتغير يعني النظام القديم للنظام الجديد ورح يكون فيه صندوق تمويل لتنفيذ هذا الانتقال بقيمة خمسين مليار يورو ولكن المعارضة بتقول بأنه هذا المبلغ غير كافي فأنتوا بحاجة للمزيد من التكاليف الإضافية لتحقيق هذا الانتقال والمعارضة بشكل عام معترضة على هذا التغيير الجديد معترضة على خطط أصلاح المستشفيات وصوتوا ضد هذا القرار فغالبية عضاء هذا البرلمان يلي صوتوا لصالح هذا التغيير هنن من حكومة إشارة المرور ويلي اعترضوا عليه هنن من المعارضة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بشكل رئيسي ولكن حكومة إشارة المرور غير متفهمة لرفض المعارضة فبتلهم يعني بأنه نحن على الأقل عم نأنقذ المستشفيات في الأرياف يعني هدول المستشفيات بالعادة ما في عندهم عدد مرضى كبير فبالتالي بيعانوا من مشاكل بالتمويل ولكن طريقة التمويل الجديدة رح تضبن استمراريتهم حتى مع علاج عدد أقل من المرضى ننتهي إلى خبرنا الثاني بفيديو اليوم وزير العمل الاتحادي هو بيتوس هايل مصرع على جلب العمال الماهرة التخصصية من الهند فمن كم يوم ظهر بمقطع فيديو عبيلعب كريكت مع السفير الهندي في برلين فيبدو أنه يعني الوزير يعني عبيحاول أنه يفرجي الهنود يعني بأنه نحن كمان منحب هاي الرياضة منلعب هاي الرياضة ومنتمنى بأنه تنتشر بألمانيا فعبيحاول بشكل أو بآخر بأنه يستعطف العمال للهنود لحتى يجوا يشتغلوا بألمانيا يوجد حاليا بألمانيا 137 ألف هندي عبيشتغلوا بشغل كامل يعني بيدفعوا من خلاله مساهمات الضمان الاجتماعي طيب ليش وزير العمل مهتم بشكل خاص بالعمال للهنود سبب رقم واحد بين هو يبدو هدول العمال في قطاعين بألمانيا قطاع التكنولوجيا المعلومات الـ IT بالإضافة إلى قطاع الرعاية رعاية المسنين وكمان العمال للهنود بشكل خاص يعني ملتزمين وما عندهم مشاكل والهند عدد سكانها كبير جدا تخطط الصين بـ 1.4 مليار نسمة والهنود كمان مشهورين بالبرمجة فبالتالي هذا القطاع يعني قطاع تكنولوجيا المعلومات مهم جدا لألمانيا وفيه نقص كبير بالعمال الماهرة التخصصية والوزير حتى كان بالهند من عدة شهور وحاول يقنع الشباب والشابات بأنه يجوا يشتغلوا عنا بألمانيا ولكن طبعا سمعوكم كلمة كمان عن اليمين بألمانيا بأنه عبيطلع عبيزداد نفوزه وهذا الأمر يعني ما بيعجبهم بالهند وقالوله للوزير بأنه اللغة الألمانية الصعبة بصراحة هذا العائق الكبير يلي عبيمنع العديد من العمال من القدوم والعمل بألمانيا هو حاجز اللغة ولكن الوزير رد عليهم وقال لهم ما في مشكلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات نحن بنحكي إنجليش بألمانيا فبالتالي يعني بتحكوا باللغة الإنجليزية ما في داعي تتعلموا اللغة الألمانية بهذا المجال تحديدا يعني لغته الإنجليزية وكمان بالنسبة لموضوع الرعاية قطاع الرعاية فهو كمان مو بحاجة للغة ألمانية قوية يعني بكفي مستوى عادي متوسط فهذا كان رد الوزير وهذا الحوار اللي دار والوزير مصرع على استقدام العمال الماهرة التحصصية من الهند بهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم كان معكم دي الهام بوزان تبقوا بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء